السلام عليكم 75 شركة للقيام بمشروع في مكة ليس في خدمة المسلمين ليس في تطوير البلد وإنما لإقامة أكبر سينما يبدو أن الأيام قد تغيرت وأصبحت ترفيه أولى من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى التي لطالما كانت محور عناية هذا البلد المبارك والقائمين عليه نعم نحن نتحدث عن مكة المكربة عن تلك المدينة التي تهفو إليها قلوب المسلمين للعبادة وللتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولغسل الذنوب هل ستصبح مرتعا للذنوب؟ هل أصبحنا الآن في زمن يجب علينا فيه أن نحتفي ببناء أكبر صالة سينما في هذا المكان المقدس؟ يبدو أن البعض قد نسي أو تجاهل تماما ما تمثله مكة قال الله سبحانه وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وليس التدنيس للمفسدين والفاسدين بناء صالة سينما في مكة المكرمة هو خطوة خطيرة تمس قدسية هذا المكان العظيم وتضعف هيبة هذه الأرض المقدسة عند الناس عند المسلمين وعند غير المسلمين بل ربما هي خطوة أولى هي ليست أولى في مسار يهدف إلى إعادة أجواء الجاهلية التي كان كما يقول الله سبحانه وتعالى عن أهل الجاهلية وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية صفير وصفيق حول بيت الله سبحانه وتعالى حول الكعبة المشرفة الآن الصفير والتصفيق أتي به قريبا منها بل لهذا النوع من الترفيه أو من الفساد الذي سموه ترفيها هو طمس لمعالم الإسلام هناك طمس لظهور الإسلام وخلوصه في تلك الأماكن المقدسة يجب الوقوف بحزم ضد هذه المحاولات التي تؤدي إلى منزلق الله أعلم بنهايته بعض المبررات التي تطرح لتبرير هذا المشروع تشير إلى أن السينما فعليا يعني على طريق المدر وين بين حرم ومدر يا رجل نحن بدأنا بالتبرير في إدخال هذه المواسم والفساد أنها كانت في الرياض بعيدة جدا عن الحجاز بعيدة جدا عن مكة وعن المدينة ثم صارت تقترب شيئا فشيئا حتى باتت على حدود الحرم يعني ما هذا التبرير ما هذا الموقف المخجل الذي وصل إليه المبررون يقول الله سبحانه وتعالى عن مكة وعن حرمه القدسي يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم يقول ابن عباس بإلحاد يعني بميل عن الإسلام قال مجاهد بن جبر تلميذ بن عباس من يعمل فيه عملا سيئا هذا هو الإلحاد قال ابن مسعود لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدا في اليمن وهم مجرد هم بإلحاد في الحرم لأذاقه الله سبحانه وتعالى عذابا أليما نحن نخشى على هذا البلد طيب من تبعات ما يفعل به الآن نخشى عليه من عذاب الله ومن عقاب الله سبحانه وتعالى نحن نخاف على هذا البلد هذا من أحب البلاد إلى قلوب المسلمين السعودية كلها بلد حبيب إلينا نحن نخاف أن مثل هذه الأفعال تكون سببا في غضب الله سبحانه وتعالى وإنزاله عقابا وعذابا أليما أليس تعرفون ونعرف وأطفالنا يعرفون ما حل بأبرها لما جاء لهدم الكعبة جاء لهدم الكعبة والآن إفساد في الأرض التي فيها الكعبة وإفساد حول الكعبة نحن نخشى والله والله قلوبنا تأسى وتحزن وتخشى على هذا البلد طيب نخشى من غضب الله سبحانه وتعالى أين العقلاء في هذا البلد تخرج الأصوات وتقول نريد الترفيه طيب مكة ليست المكان المناسب لذلك مكة مكان للعبادة مكة مكان للتقوى تريد ترفيها بمكة أو بغير مكة اعمل مراكز للتعليم للثقافة للرياضات التي ليس فيها المفاسد الموجودة في بعض الرياضات ليس مشاهدة التمثيليات والأفلام هي الترفيه الصحيح وليس مكة مكان لمثل هذا ليست الأفلام التي ينتجها فاسدون لتفسد المجتمعات هي الترفيه الإسلام ليس ضد أن يرفيه الإنسان عن نفسه ولكن يرفيه عن نفسه بالحلالة وليس بالإفساد يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن أخطي سبعين خطيئة بركبة اللي هي قرية صغيرة ليست في الحرم أحب إلي من أن أخطي خطيئة واحدة بمكة مكة لها وقار خاص مكة يا إخوة ليست مدينة عادية مكة هي بلد جميع المسلمين يجب على كل مسلم أن يشعر بمسؤوليته في الحفاظ على قدسيتها قال الله سبحانه وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي يقول قتاد بن دعام السدوسي التطهير هنا يكون من عبادة الأوثان والشرك وقول الزور الآن يحتفون ببناء أكبر بناء لقول الزور ولنشر الزور مثل هذه القرارات التي تمس مكة يجب أن تكون موضع اهتمام عند جميع المسلمين يجب عليهم أن يعبروا عن رفضهم لأي خطوة تمس القدسية في ذلك المكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ولهذا أنا عندي رسالة الرسالة الأولى إلى علمائنا الأفاضل أنتم حماة الدين وواراثة الأنبياء عليكم مسؤولية كبيرة في هذه اللحظة يقول الله سبحانه وتعالى وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ ولا تكتمونه ما موقفكم من هذا القرار؟ عليكم أن تتخذوا موقفا حازما حاسما واضحا موقفكم منتظر تجاه أي محاولة لتغيير يهوية مكة الناس يسمعونكم وقد لا يسمعون غيركم الناس الذين يسمعون فلانا وعلان لا يسمعوني ولا يسمعون غيري ممن تكلم عن هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء وراثة الأنبياء ما دوركم تجاه هذا الميراث الذي أنتم أخذتم منه نصيبا تحتكرونه على الناس تدفنونه واجبكم أن توجهوا الناس واجبكم أن تنبهوا المسؤولين إلى خطورة مثل هذه الخطوات واجبكم أن تبينوا للناس حرمة مكة وحرمة هذه الأمور الرسالة الثانية إلى جميع المسلمين مكة هي القلب النابض لأمتنا الحفاظ على قدسية مكة واجب على كل مسلم ليس علي أنا وليس على فلان ولا علان بل جميعنا يقول الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وفي ضوء هذا المشروع الذي يمس هيبة مكة وقدسيتها علينا أن نتخذ خطوات عمالية للحفاظ على قدسيتها أولا من المهم أن يظهر المسلمون حقيقة موقفهم تجاه هذا المشروع وأن يعبروا بوضوح شديد من خلال الوسائل التي يمكنهم أن يعبروا من خلالها أن يوصلوا صوتهم إلى المسؤولين أن يوصلوا صوتهم إلى أي مكان يصل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع نحن لا نستطيع أن نغير هذا المنكر بأيدينا فباللسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان لا تكن ضعيف الإيمان إن كان لك لسان ومتتكلم فلا تكن ضعيف الإيمان ثانيا أن نشجع العلماء والدعاة على توضيح خطورة هذا الأمر مع الالتزام بعدم إلقاء التهم المعلبة ضدهم بالطرق الهمجية التي نجدها من كثير من الناس على وسائل التواصل كما يجب دعم العلماء الذين يتحدثون بصراحة عن الأمر غيرة على الدين لا تشفيا من حكومة معينة أو من تيار معين موجود في بلد فالذي يتكلم غيرة على الدين علينا أن نوصل صوته وأن ندعمه وأن نبث رسالته بين الناس ثالثا هذه الصالة كل من يذهب إليها هو شريك فيها كل من يروج لها هو شريك فيها أي مؤسسة تروج لها هي شريك فيها ما دورنا؟ هل المقاطعة تكون فقط للمنتجات الغربية ولا ما شبه ذلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لا تتعاون مع هذا الفساد ولا ترضى به بأي نوع لا تذهب لا تروج لا تساند من يعين الرابعا هذا للمستطيعين عليهم أن يقدموا شكاوى رسمية للتعبير عن رفض هذا المشروع والمطالبة بإلغائه وتحريك قضايا عند القضاء ضد هذا المشروع في الختام ندرك أن الحديث عن مثل هذه الأمور قد يكون له تبعات لكن الأمانة والمسؤولية تجاه ديننا وتجاه مقدساتنا تفرض علينا أن نبين الحق من السهل جدا أن يختار الإنسان الطرق الآمنة ولكن ليس هذا الدور الذي عليك أن ترتضيه لنفسك لا تنسوني من صالح دعواتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهعني المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور